أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشط والنازعات غرقا والنازعات نشط والسابحات سبحا وإن تبدو ما فيه فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجف تتبعها العادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أَإِنَّا لَمَرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ أَإِنَّا لَمَرُدُودُونَ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجِرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَى أَمْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةِ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعِصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحِشَرُ فَنَادَى فَقُولَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَرَاهُ الْآيَةِ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعِصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحِشَرُ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَوْخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خُلْقٌ أَمِ السَّمَاءِ أَأُبَلَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَوْطُشَ لَيْلَهَا وَأَوْخُرَجَ ضُحْرَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرُصَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَابِكُمْ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يوم يتذكر الإنسان ما سرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدت الله العظيم ترجمة نانسي قنقر